السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام رجعنا لكم فيديو جديد الموضوع في هذا الفيديو هذا هو الكوكسيديا عند الحسون والكناري اذا انا قررت ندير هذا الفيديو هذا حيث بعض الاخوة اعرضوا علي بعض الطيور ديالهم واللي مصابة بالكوكسيديا اذا قررت ندير هذا الفيديو هذا لكي كل شي يستفد واي واحد تحط في هذا الموقف هذا او مرضي الطائر دياله بالكوكسيديا على الاقل الى كان شاف الفيديو او قلب سيجلقى الفيديو ويداوي الطائر دياله اول حاجة الاخوان سنضروا عليها هي الاسباب ديال الكوكسيديا يعني كيفاش تمرض لنا الطائر ولا علاش تمرض لنا الطائر بالكوكسيديا ثاني حاجة الاخوان سنضروا عليها هي كيفاش سنتعاملوا مع الطائر المريض ثالث حاجة الاخوان سنضروا عليها هي العلاج ديال الطائر اللي مريض بالكوكسيديا اذا الاخوان نبدو على بركة الله الفيديو ديالنا اول حاجة قلنا سنضروا عليها هي الاسباب ديال الكوكسيديا واحد القادية الاخوان اللي ديما كن هدر عليها اللي هي النظافة ديال الاقفاص النظافة ديال الاقفاصة الاخوان هذي من الاسباب اللي تشخلي طيور ديالنا تصاب بالكوكسي ديال وضيجة هدرت عليها في فيديو سابق الاخوان اللي عنده الطيور دياله هي كتير وتي يعذبوه مثلا في النظافة ديالهم وذكشي يقسمهم على جوج بحال مثلا عنده ستا ديال الاقفاص ينظف ثلاثة ديال الاقفاص اليوم والدوز يومين ولا تلتيام يعود ينظف الاقفاص الاخرين وهكا يبقى غادي ديما عنده واحد الفرق بالاقفاص وما غاديش تكون عنده الخدمة كتيرة في الاقفاص هذي طريقة سهلة حيث الاخوان النظافة ديال القفاص مهمة ومهمة جدا راهديجة هدرت عليها وغا نعود نقولها لكم طائر كي هبط لديك الاسلاك ديال القفاص كي تكون موسخة كي هز معه شي حاجا وخصوصا في فترة هذي بالتي يكون تنقير ليه كي تدوز لي شي حاجا هكا يتصاب لنا بالكوكسيدية على لتكلم خصوصا في هذه الفترة هذي حيث ذلك البوراز ذيال الطيور مع الجو يكون بارد يعني ذلك الرطوبة تكون كثيرة تتعفن ذلك البوراز دغية يعني من الأحسن تكون تنظف الأقفاص ديالك كل ثلاث أيام فهي كافية يعني يجوج مرات في السيمانة كافية أنك تحمي الطيور ديالك ثاني سبب الإخوان اللي غن هدر عليه اللي ديجا هدرت عليه بزاف ديال الناس فاش هدرت عليه ضحكوا على ذلك الفيديو وقال لك لا أنت تتنقل الطيور بزاف وهذا هو الخضراء الإخوان والفواكه الخضراء الإخوان والفواكه كما كان عارفون كاملين نحن في واحد الوقت اللي وليه كل شي كيدير المبيدات الحشرية للخضر والفواكه إذن فاشك تغسل لنتاج الخضر والفواكه بالما فهنا تقدر تبقى ديك المبيدات في الخضر وفي الفواكه اللي تتقدم الطيور وبالتالي إما غير مرضو لك بالتسموم ولا بالكوكسيديا لهذا الإخوان هدرت على واحد طريقة زوينة وأنا كنت ستعملها شخصيا اللي هي عندك الخضر والفواكه كتغسلهم مزيان بالما كتدير واحد الإناء كتعمره بالما كتدير فيه واحد المعلاقة كبيرة ديك الخضر والفواكه والذيك اللي ستقدم الطيور ديك من 10 دقائق حتى 15 دقيقة من بعد كتجبدهم كتعود تغسلهم بالما وكتقدمهم الطيور ديك هكوا كتكون عطيتي للطيور ديك الخضر والفواكه وانت متأكد أنها مغسولة مزيان ثالث ثالث سبب الإخوان هو الحبوب الحبوب الإخوان من اللي تمشي تشري الحبوب حاول تشريهم من شي واحد لإنسان طيقة وعارف باللي عنده الرواج يعني يبيع ويشري بزاف هكوا ستكون متأكد أنه ما عندوش بضور اللي هي قديمة عنده في المحل وحتى إلا كنت تتاخذ من شي واحد وعارف انت طيقة فخليه ديما هدك واللي تبقى تاخذ من عنده يعني ما تبقى شبدله عارف انت واحد الإنسان اللي تبقى ويجب السلعام زيانة ديما اخذ من عنده هكوا ستكون حميتي الطيور وحفظتي عليها وما فيها بس مرة مرة البودور حتى هي التي تخرج الطيور التشميث خرجها حتى هي وفرش ها مثلا في كارتون أو شي حاجة وخليها تشمس ومن تدخل الطيور حتى هي وحاول تتفادى ان البودور يقيس الماء يلقص تتعفن وتتسبب لها حتى هي الكوكسيديا حاول لا تخلي البودور في بلاصة باردة أو فيها الرطوبة بزاف ولا على الأقل سد عليها في شقر عادية للزاج أو شقر عادية للبلسطيك وستدها مزيان لا تخلي الهواء يدخليها هكوا تكون حافظة على البودور إذا الإخوان أنا هنا شرحت لكم الأسباب التي تخلي الطائر يتصاب لنا بالكوكسيديا دابا الإخوان سوف ندوز للعلاج كان هناك الطرق أو المنتجات التي أنا شخصيا استعملت وستعطي النتائج هما كان طابرنيل سيلفا التي تحتوي على مادة السيلفاميد هذا مزيان ويداول لنا الكوكسيديا لماذا الإخوان شحن من واحد يسول الكوكسيديا وما كان نصحو بهذا طابرنيل سيلفا حيث في المغرب لدينا قليل لم يكن كثير لم يكن كثير لذلك كان نصحو أدوية أخرى اليوم سوف نهضر لكم طابرنيل سيلفا إلى داوي به رحم زيان طابرنيل سيلفا سوف نخلي لكم تصويره هنا الفوق طريقة التي استعماله ثلاثة القطارات في مشربية 50 ميلي لتر مدة خمسة أيام خمسة أيام تجلب الطائر لك تقلبه لقيته برا لم يكن فيه كوكسيديا رجعوا البلاستو حبس لي الدواء واحد القادية التي نسيتها هي الطريقة كيف نتعامل مع الطائر الذي لدينا مريض أول حاجة نعزله نعزله على طيور نحاول نضيعه في قفص صغير لماذا نضيعه في قفص صغير لك الطائر لا يضيع الطاقة لكي يطير يمشي للبلاست في نياكل ويرجع للبلاست للماء هناك نضيعه قفص صغير يعني مونجوار والشرب يكون مقراب له لا يستهلك الطاقة بزاف التي محتاجها حيث مريض هذه القادية أنا القفص نضيعه قفص صغير للعلاج سأخذه لكم الفوق أي طائر عندي مريض نضيعه نضيعه ونضيعه مخاوي أي طائر عندي مريض نضيعه هذه الطريقة نصحكم بها رأيها مزيانة إذا نضيعه الثاني علاج بايكوكس هذا نصح به الناس بزاف حيث هو المتوفر لدينا في المغرب بزاف والأغلبية التي كانت لديهم بايكوكس لديه ثلاثة القطرات 50 مليلي للمدة خمس يام من بعد ما كان سيري وخمس أيام الدواء لدينا نجلبه الطائر ونقلبه لدينا تشاف ونحبس لديه الدواء لدينا باقي ونزيد خمسة أيام أخرى وبهذا وصلنا للنهاية الفيديو أي شخص تساؤل يجب لي في صفحة فيسبوك والإنستغرام الذي سيتلقائهم في الوصف وما أبقى لي نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونطلقوا في فيديو جديد أي واحد تشاف الفيديو عجبوه يخلي لنا شي كومنتر زوين وشي جيم والسلام عليكم اشتركوا في القناة